ازا كنت من المهتمين بصناعة المحتوى باستخدام او الزكاة الاصطناعي فالفيديو ده هعرفك فيه على منصة من المنصات اللي ابتدت تاخد شهرة واسعة في الفترة الاخيرة وهي منصة واللي ساهم في انتشار المنصة دي وشهرتها بشكل سريع هو العدد الكبير من او الادوات اللي بتقدمها لك علشان تساعدك في صناعة المحتوى بشكل عام. بس قبل مشرحك دلوقتي ازاي تستخدم المنصة دي وتستفيد من المميزات اللي فيها وكمان تاخد خاص من تلاتين في المية على الاشتراك فيها يا ريت لو الفيديو عجبك ما تنساش تدوص لايك للفيديو وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش عشان يوصل لك كل جديد من المحتوى القناة ما تفتكش اي فيديوهات جديدة. في البداية خلينا اعرفك على شكل موقع منصة بشكل عام اللي تقدر تدخل عليها من الرابط اللي هتلاقيه موجود في سندوس في الفيديو وفي اول تعليق. مجرد انك تدخل على الرابط ده هيفتح معك الموقع بالشكل اللي ظاهر قدامك دلوقتي. ولو نزلت في الموقع كده تحت شوية هتلاقيهم كاتبين لك ستالاف يعني عندهم اكتر من ستالاف قالب جاهز للفيديوهات تقدر انك تستخدمه فيديوهاتك على طول. ولو نزلت تحت تاني هتلاقي مجموعة كبيرة من الادوات زي اللي تقدر عن طريقه انك تعمل فيديوهات عن طريق استخدام الزكاة الاصطناعي بمجرد انك تكتب مقالة مسلا او تحط رابط بتاع مقالة فيطلع لك منها فيديو او اللي بيحاول النصوص لمقاطع صوتية بالاضافة اللي يقدر يكتب لك لفديوهات بتاعتك برضو باستخدام ده غير او اللي بيشلك برضو الخلفيات من السهر او الفيديوهات بتاعتك باستخدام الاي اي. والايbtصوب تايتل اللي تقدر انك تستخدمه ورضو له حابب انك تعمل ترجمة للفيديوهات بتاعتك. او اللي يقدر يترجم لك اللغة بتاعت الفيديو بتاعك. يعني لو انت مسال صور العربية. وهحابب انك تعمل نسخة منه تاني باللغة الانجليزية. فهو بيعمل لك مقاطع صوتية ليه باللغة الانجليزية. مصد لا. وطبعا كل اللي ادوات دي هتقدر تستخدمها من البار او الشريط اللي موجود في المنصة فوق هتلاقي عندك طبعا هنا كلمة دي لو دست عليها كده هيزهر لك كل القوالب الجهزة اللي تقدر انك تستخدمها في الفيديوهات بتاعتك. فهتلاقي عندك زي ما انت شايف كده مجموعة كبيرة من القوالب الجهزة. هتلاقي عندك بعد كده كلمه دي بيكون فيها بقى كل الحاجات اللي انت عايز تعملها يعني لو انت عايز تعمل مسلا برومو فيديو. لو انت عايز تعمل فيديو مسلا بتعمل اعلان عن عقار. لو انت بتعمل اه فيديو بتاع اخبار مسلا او فيديو اخباري. لو انت بتعمل مسلا بتاع فيديو او بتاع مسلا فرح او بتاع اي مناسبة عندك. هتلاقي عندك برضو في مجموعة كبيرة من الفيديوهات. لو هو فيديو مسلا عيد ميلاد او فيديو جواز او فيديو مسلا زكرة حلوة عندك او فيديو مسلا موسيقي. ده بالاضافة لفيديوهات السوشيال ميديا لو انت بتعمل فيديو اليوتيوب او للفيسبوك او لانستجرام. يعني هتلاقي عندك تشكيلة كبيرة جدا من الفيديوهات اللي تقدر انك تعملها لاي حاجة انت بتفكر فيها. بس قبل ما انسى اعايز اقول لك على حاجة مهمة ان في تلاتة من مشاهدين القناة هيكسبوا اشتراك لمدة شهر مجانا على منصة فليكس كليب اول ما القناة توصل الى مية وسبعين الف اشترك هكترون شكل عشوائي. بس كامل معي الفيديو للاخر علشان عرفك ازاي تشترك في المسابقة دي. كمان لو ما درتش انك تكسب الشهر المجاني فتقدر انك تستفيد من الخصم التلاتين في المية المعمول لكل مشاهدين القناة بس زي ما قلتلك برضو كامل معي الفيديو الاخر علشان اعرفك ازاي تقدر تستفيد من الخصم ده. ودلوقتي خلنا نرجع تاني لشرح المنصة هتلاقي عندك بعد كلمة في الكلمة بتاعت دي بيكون فيها كل الادوات الخاصة باستخدام في صناعة المحتوى. فتلاقي عندك اول حاجة هنا وهتلاقي عندك وهتلاقي مجموعة كبيرة من الادوات اللي من ضمنها مسلا اللي بيحول النصوص الى مقاطع صوتية. فلو دخلنا مسلا على زي كده هتلاقي الموقع فتح معاك بالشكل ده. هتلاقي عندك والكبير اللي هو هتدوس عليه بالطريقة دي. فهتلاقي عندك على الشمال هنا الاختيار بتاع اللغة اللي انت عايز تخلي النص ده يتحول لها. فعندك طبعا مجموعة كبيرة من اللغات من ضمنها اللغة العربية لو انت حابب تعمل حاجة باللغة العربية فهتدوس بس في الكيبورد او في هنا على كلمة فهتلاقي عندك هنا مسلا ارابيك ايجيبت زي كده هندوس عليها هتلاقي عندك تحت بعد كده على طول كلمة اللي بتدار عن طريقة انك تختار الاصوات اللي هتعلق على المقطع الصوتي ده. يعني انت عايز صوت راجل ولا صوت ست. فهتدوس هنا على الساهم ده هتلاقي عندك هنا الاختيارين ما بين الصوت بتاع شاكر مسلا والصوت بتاع سلمة. لو البركان هو اكثر ما في الطبيعة اثارة للرهبة. فبتختار بقى الصوت اللي انت عايزه يعلق لك على المقطع الصوتي بتاعك خلينا اختار مسلا صوت شاكر. هتلاقي بعد كده على طول عندك كلمة اللي بتدار عن طريقة انك تختار الاسلوب بتاع الكلام عامل ازاي? يعني في بعض الحاجات في الموقع بتاع هتلاقي عندك في هنا مجموعة من الاختيارات اللي اقدر انك تختار ما بينها مسلا عايز الاسلوب بتاع الكلام يبقى واحد متعصب واحد زعلان واحد فرحان واحد متشوق لحاجة. فبتكون الاختيارات دي على حسب بقى الطول اللي انت بتستخدمها او على حسب الاداة اللي انت بتستخدمها. ولكن هي هنا موجود فيها جنرال او عام بس مفيش عندنا فيها اختيارات تانية. ولكن خلينا عشان نجرب يعني نختار مسلا مقالة نعمل لها مسلا مقطع صوتي زي كده نختار مسلا مقالة بتاعة خبر مهم زي مسلا مقارنة موتو جي ستايلس مع خمسة وتلاتين. فلو جينا مسلا اخدنا الكلام من هنا كده وعملنا له هناك. ناخده زي كده هنا. وهندوس بعد كده على كلمة فتلاقيه طبعا بيقولك هنا انك لازم تعمل تسجيل دخول لان احنا مسجلناش دخول في البداية. فعندك بقى تختار لو عايز تعمل تسجيل دخول بالحساب تاع الجوجل او الحساب تاع الفيسبوك. انا هنا هعمل تسجيل بالحساب تاع جوجل. فهدوس على كلمة كونتينيو. وهسجل دخول بالحساب تاع جوجل. وهدوس كونتينيو مرة تانية. فهدوس بعد كده على كلمة هتلاقي ان الموضوع اشتغل معك ما فيهوش مشكلة. هياخد بس كم دقيقة كده لحد لما يجنريت الصوت ده. فزي ما انت شايف ان هو دلوقتي يخلص كده هندوس على علامة دي علشان نسمعها هو هسجل ايه? عد هاتفا موتو جي ستايلس خمسة جي الفين واربعة وعشرون من موتورولا وكاليكسي ايه ثلاثة خمسة من سامسونج من احدث هواتف الدرويد المتوسطة. وكل الهاتفين يباعان باسعار متقاربة. يتفوق هاتف موتورولا على هاتف سامسونج بعدة مزايا مثل مواصفات الكاميرات وسرعة الشحن. واما هاتف سامسونج فيتفوق على هاتف موتورولا بما يتعلق بدعم تحديثات نظام التشغيل اذ سيتلقى هاتف كاليكسي ايه ثلاثة. زي ما انت سمعت كده دلوقتي ده شكل الكلام اللي طلع او شكل المقطع الصوتي اللي طلع. هيبقى عندك بقى تختار بعد كده يا اما سيفت وميديا يا اما تعمل داونلود لي. خلينا نجرب مسلا حاجات تانية زي كده ان احنا نجرب مسلا صوت الى سالمة عامل ازاي? هنختار صوت سالمة وندوس جنيريت. فتلاقي كده ان هو خلص هندوس على علامة البلاي دي. عد هاتفا موتو جي ستايلس خمسة جي الفين واربعا وعشرون من موتورولا وكاليكسي ايه ثلاثة خمسة من سامسونج من احدث هواتف اندرويد المتوسطة. وكل الهاتفين يباعان باسعار متقاربة. فزي ما انت سمعتك دلوقتي ده بيكون شكل الاي اي تكس تو سبيتش. طبعا عندك لغات كتيرة هتقدر تختار ما بينها زي ما قلنا مسلا لو حبينا نختار مسلا تعال نختار ففي هتلاقي فيه اصوات اكتر يعني مسلا في ازينا هتلاقي فيه اصوات سيدات اكتر فيه اصوات رجالي اكتر فنختار مسلا اي صوت زي كده. لو حابب انك تجرب الصوت الاول قبل ما تختاره بتدوس على علامة البلاي الصغيرة دي. فبيدي لك نموذج كده من الصوت. فهنختار الصوت ده وهنيجي هنا على جنرال اللي هنسمع برضو. فيش اي تغيير هندوس على كلمة جنرات. فهيفتح لك كده هيقول لك انك لازم تعمل للبريميوم اكاونت. ولكن انا هكمل شرح من الحساب بتاعي لان انا عندي اشتراك لمدة سنة على الموقع وبعد كده اقول لك ازاي تشترك وازاي تكسب في المسابقة اللي قلت لك عليها. فانا كده دلوقتي دخلت من حسابي التاني هدوس على كلمة جنرات. وندوس بلاي. فزي ما انت اخدت بالك دلوقتي كده ان هو ترجم لك الكلام اللي كان مكتوب بالعربي لنصب الانجليزي. فدي برضو ميزة حلوة جدا موجودة في المنصة بتاعت. ان هي بترجم بشكل ترقائي يعني مش لازم تدخل اللغة اللي انت عايز الصوت يطلع بها. فلو اوكي معك الصوت زي كده بتدوس على كلمة وهتلاقي بعد كده فتح لك علشان يعني تحفز الحاجة اللي انت خلصتها دي فين? هتدوس على كلمة فهتلاقي ان انت بقى عندك نص اتحول مقطع صوتي فاقل من دقيقتين. لو عايز تستخدم تول تانية خلينا نقفل الويندو ده. وهتدوس على السهم الصغير اللي موجود في الشمال هنا علشان يرجعك على كل التولز فهتدوس عليه كده هتلاقي زهرت قدامك كل التولز بتاعت. فخلينا نختار منها مسلا او الترجمة باستخدام الزكاية الاصطناعية. هتلاقي عندك تلات اختيارات زهرت قدامك. الاختيار الاولاني بتاعت دي اللي هتستخدمها لو انت عندك بالفعل النص مكتوب وانت عايز تترجمه. الكلمة اللي بعدها على طول بتاع دي هتستخدمها لو انت عندك مقطع صوتي وعايز تترجم المقطع الصوتي ده وتطلع الكلام اللي فيه من الترجم. الاختيار اللي بعد كده بتاع ده هتستخدمه لو انت عندك مقطع صوتي مسلا باللغة العربية وعايز تترجمه لمقطع صوتي بلغة تانية. خلينا مسلا نختار الاختيار ده زي كده. هتلاقي عندك زهرت في القايمة دي فهتختار اللغة الاصلية بتاعت المقطع الصوتي بتاعك. انا عندي المقطع هنا باللغة العربية. وهتلاقي بعد كده علشان تختار اللغة اللي انت عايز المقطع الصوتي ده يتحول لها او يترجم لها. فانا هنا اختار مسلا الانجلش خليه مسلا انجلش زي ما هو. هتلاقي عندك بعد كده صوت عايز بقى تختار الاصوات هتلاقي عندك هنا ظهرت مجموعة كبيرة من الاصوات. خلينا نختار مسلا الصوت اللي هو دوت مسلا. برضو لو حاب لنك تسمع الصوت هتدوس على الالسام الصغير ده. ولو جيت هنا عند هتلاقي عند بقى ظهرت زي ما قلت لك حاجات كتير منها مسلا صوت آآ صوت آنجري آآ يعني هتلاقي عندك بقى اختيارات كتير صوت واحد متشوق مسلا. يعني كان الموقع ده يكون يعني مترجم للغة العربية كان هيبقى استخدامه اسهل بكتير. ولكن خليها نختار هنا مسلا زي كده. برضو لو حاب انك تسمع الموضوع عامل ازاي فابتدر تدوس على علامة كده. وبعد كده هتختار بقى عندك بس دي مش هنغير فيها دلوقتي. وهنقول له ترانسليت بس قبل ما نقول له ترانسليت لو دست ترانسليت كده هيقول لك ان انت مفيش اي ميديا عندك. فهنيجي عند الميديا هنا زي كده. وهنحمل برضو الملف اللي احنا عايزين لنترجم الصوت بتاعه. مجرد ان الملف يتحمل عندك هتدوس على علامة الزائد زي كده. فهتلاقي ان الملف او المقطع بتاعك نزل في التايم لاين تحت. انا هنا كنت مختار النسبة بتاعة العرض اللي هي ستتاشر لتسعة فهختار بقى النسبة لصحة اللي هي تسعة لستاشر. وهاجي بعد كده هنا عند الكلمة بتاعة التولز. فهتلاقي الاعدادات اللي انت كنت تعملها هتدوس على كلمة فرانسليت. فبيبتدي ان هو هيعمل كده ويترجم لك بقى المقطع الصوتي ده فهنشوف هيعمل اي دلوقتي. دلوقتي بعد ما اخلص فتاح لك ويندو علشان تحفظ المقطع الصوتي اللي هو خلصه. فهندوس زي كده. وهنجرب ان احنا نسمع بقى المقطع الصوتي اللي خلص ده هندوس على علامة البلاي. زي ما انت شفت كده ترجم لي الفيديو بتاعي اللي انا كنت عامل قبل كده عن الساعة الاكس ناين الترا دي. فترجم لي الفيديو بكل سهولة للغة تانية خالص. بعد كده لو دست على الصورة بتاعتك اللي في اليمين فوق هنا هتلاقي عندك لو دست عليها هيرجعك تاني للداش بورد او لوحة التحكم بتاعة المنصة. ولو رجعنا تاني هنا على الصفحة دي ودست على كلمة هيدخلك على الحساب بتاعك. هيكون بقى عندك هنا الباسورد والبيلنج طريقة الدفع والسوشيال ميديا. يعني هتلاقي عندك هنا كل الحاجات المتعلقة بالحساب بتاعك. وهتلاقي برضو عندك كل الادوات ظهرت هنا مرة تانية. لو دست على الصورة التانية بعد كده هتلاقي عندك الاختيار بتاع هنا هتلاقي في مجموعة من اللغات بس زي ما قلت لك ما فيهاش اللغة العربية. فيريت يضيفوا اللغة العربية للموقع ده لان هي هتسهل استخدامه بشكل افضل بكتير. لو جينا مسلا اختارنا هنا حاجة زي مسلا او السور هنختار مسلا منها هنا انت لو حاب انك تفصل الخلفية بتاعتك او انك تفرغ الخلفية بتاعتك بتاعت الصورة. فندوس مسلا ترانسبيرانت فوتو. وهنختار صورة مسلا زي الصورة دي. دي صورة مسلا لها بتاعت فيديو بتاعت صورة مسافرة بتاعت فيديو. فانا مسلا حابب ان انا اشيل الخلفية هنا. فاتلاقي عندك هنا الكلمة بتاعت او فنختار منها اللي هتدوس عليها زي كده. زي ما انت شايف ان هو بكل سورة قدر ان هو يفصل الخلفية. في يعني ممكن يكون في حاجة مسلا صغيرة زي كده ما تشالتش تدر تشيلها بعد كده عن طريق الكلمة بتاعت دي هتدوس عليها. فتلاقي عندك زي فرشة كده صغيرة تدر انك تعدل بيها على الحاجات اللي هي مسلا ما هتشالتش. او مسلا لو انت حابب انك تخلي حاجة هتشالت بالخطأ مسلا فتدوس على كلمة هتلاقي الفرشة عندك بقالونها كده هيبتدي يظهر لك مسلا اجزاء معينة من الصورة. وبعد ما تخلصت تدوس على كلمة هيبتدي ان هو يفتح لك ده علشان تحفظ الصورة بتاعتك. ففي الحياة انا شايفة ان هي منصة تستحقل تجربة فعلا ازا كنت بتدور على حاجة تساعدك في صناعة المحتوى باستخدام الزكاية الاصطناعي. ولكن تعالى دلوقتي نشوف اسعار الاشتراك في المنصة دي ايه بالزبط? علشان تقدر تستفيد من كل المميزات اللي فيها لان طبعا الحساب المجاني بتكون الامكانيات بتاعته محدودة شوية. وعرفك برضو ازاي تقدر تكسب الشهر المجاني اللي قلتلك عليه من شوية وازاي انك تقدر تستفيد من الخصم لتلاتين في المية. فاسهل طريقة ممكن تعرف بها خطة اسعار انك تدوس على الصورة بتاعتك زي كده وتختار فتلاقي عندك هنا الكلمة بتاعت هتدوس عليها. فتلاقي عندك تلات خطة للاشتراكات. الخطة المجانية والخطة الشهرية اللي هي دي بعشرة دولار في الشهر. والخطة دي بعشرين دولار في الشهر. والخطة دي هيكون فيه تلات مشاهدين من القناة زي ما قلت هيكسبه الخطة دي لمدة شهر مجانا. وعلشان تعرف الاختلافات ما بينهم هتلاقي طبعا علامة الصح دي قدام كل حاجة يعني مسلا الاشتراك ده بيطلع لك فيديوهات بجودة الاشتراك المجاني بيطلع لك فيديوهات بجودة الاشتراك بيطلع لك فيديوهات بدقة لو عايز تعرف تفصيل اكتر هتنزل تحت كده هتلاقي عندك كلمة وحطن لك فيها المقارنة اللي ما بين التلات خطط علشان تعرف موائزات كل خطة في الاسعار بالزبط. وعلشان تكسب الشهر المجاني ده مش طالب منك اكتر منك تعمل شير للفيديو وتشترك في القناة. وتكتب لي في التعليقات تم الاشتراك. واول ما القناة توصل لمية وسبعين الف مشترك هختار بشكل عشوائي من التعليقات تلاتة هيكسبوا الشهر المجاني. وهرد عليهم في التعليقات اعرفهم ان هم كسبوا وابتدي اتواصل معاهم علشان اعرفهم ازاي استفيدهم من الشهر المجاني ده. لكن لو انت مكسبتش الشهر المجاني ده فتقدر انك تستفيد من الخصم التلاتين في المية المعمول لكل المشاهدين عن طريق انك تستخدم كود الخصم اللي يزهر دلوقتي قدامك على الشاشة اللي هيعمل لك خصم تلاتين في المية على اي خطة اسعار انت هتختارها. فياريت لو نوصل لمية وسبعين الف مشترك بسرعة قبل العيد علشان تبقى دي العادية بتاعتك. واتمنى في ان ان الفيديو يكون نقفدك فعلا لدلوقتي تتفرج على الفيديو تاني ان الفيديوهات اللي هتزهر قدامك. وياريت في النهاية متنساش اللايك ولا اشتراك في القناة ونتقبل الفيديو جديد ان شاء الله. سلام.